السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موضوعنا لهذه الليلة ايها الاحب الكرام نعيش في رحاب كتاب الله تعالى نربطه بالحياة ونطرح مشاكل الواقع المعاصر ونتلمس الحلول من كتاب الله جل جلاله هذه الليلة نعيش في رحاب سورة عظيمة هي سورة البقرة هذه السورة التي تعتبر اول او اطول سورة في القرآن الكريم هذه السورة نزلت بالمدينة المنورة حينما هاجر النبي الكريم من مكة الى المدينة كان اول نزول من السور هي سورة البقرة لكي تقوم ببناء المجتمع في سورة البقرة اخر اية نزلت في القرآن الكريم في الاحكام وهي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وفيها اعظم اية في القرآن الكريم هي اية الكرسي هذه السورة سميت بسورة البقرة نسبة الى قصة بقرة بني اسرائيل وسوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى في حلقات مقبلة هذه السورة فيها فضائل كثيرة ومتعددة فيها وقاية من امراض العصر امراض العصر كثيرة من غير القلق والحزن والاكتئاب عندنا وقاية من العين والحسد والسحري ومن مرضة الجن والشياطين فهي وقاية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في فضلها ان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطرة اي السحرة كل من كان عنده مشكل في قضايا السحر والشعودة والعين والسحر وهجوم الارواح الخبيثة احسن علاج ووقاية هي سورة البقرة ثم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ارشد بان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين ثلاث ايام ثلاث ايام متتاليات لن تستطيع الشياطين والارواح الخبيثة ان تحيط بالبيت بلها ان تدخل اليه هذه السورة المباركة نزلت بالمدينة المنورة وطبيعة القرآن المدني انه يقوم بوضع التشريعات التشريعات التي تبني بناء الدولة والمجتمع ففي هذه السورة سوف نجد الدعوة لاقامة الصلاة للمعاملات والعبادات ولقضايا الاسرة وقضايا الزواج والحضانة والرضاع والبيع والشراء والرهن وفيها اطول اية في القرآن الكريم اية المدينة وايضا في هذه السورة حديث عن الحروب والجهاد والسلم والامن والامان وغير ذلك والصراع بين الحدود والكفار والمشركين ثم بيان لحال المنافقين الذين يعلنون الدين ويضمرون الكفر اذا هي كثيرة سورة البقرة تعالوا بنا ايها الاحب الكرام في هذه الليلة وفي اول حلقة نبدأ بمطلع سورة البقرة ادعوكم ايها الاحب الكرام ان نفتح كتاب الله تعالى المصحف الشريف على اول ومطلع سورة البقرة خمس ايات الاولى لان القرآن الكريم كان ينزل خمس ايات خمس ايات وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول كنا لا نتجاوز خمس ايات الا بعد ان نحفظها ونفهم معانيها ونعمل باحكامها هكذا كان القرآن الكريم يتنزل من السماء الى الارض خمس ايات خمس ايات ستلاحظون بان مطلع البقرة فيه خمس ايات مركزة في وحدة موضوعية وبنية معرفية متكاملة يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبلا خيرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون خمس ايات هكذا كان ينزل القرآن من السماء الى الارض فيتلقف الصحابة هذه الايات الخمس فيحفظونها عن ظهر قلب ثم يفهمون معانيها ثم يعملون باحكامها ثم ينتقلون الى خمس ايات اخرى هذه الصورة العظيمة بماذا بدأت بدأت بقول الله تعالى الف لام ميم غريب هذه تسمى حروف مقطعة ما المقصود بالف لام ميم هذه حروف هي فيها سر من اسرار الله جل جلاله هي تبين مظهر من مظاهر الاعجاز القرآني وكأن الله تعالى يقول للعرب وقد امتلكوا ناصية الفصحة والبلاغة يقول لهم عندكم نفس الحروف ونفس المقاطع ركبوها لكي تأتوا بهذا القرآن العظيم لن يستطيعوا ابدا الحروف المقطعة كلما جاءت في كتاب الله تعالى انما تأتي مقرون بالتحدي وتنتصر للقرآن الكريم بأنه ليس كمثله شيء أبدا هذا القرآن ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثله هذا القرآن الكريم مثلا لما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه انتصار للكتاب لما يقول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه في آل عمران الأولى في البقرة التانية في آل عمران في الأعراف يقول ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم فيه أيضا كتاب دوره هو الإخراج دور الكتاب القرآن الكريم هو القيام بعملية الإخراج عملية الإنقاذ كأنه يولد أمة جديدة وعقيدة جديدة وحياة جديدة كذلك في سورة إبراهيم أو في سورة السجدة لما يقول الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دائما كلما دكرت الحروف المقطعة جاءت مقترنة بتعظيم القرآن الكريم وتنزيهه والانتصار إليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم في مطلع فصلة وكذلك في آيات كثيرة في الشورى مثلا نجد حاميم عين سين قاف كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وقس على ذلك في القرآن الكريم كلما وجدت الحروف المقطعة في بداية السورة إلا والله تعالى يعظم من شأن الكتاب وينتصر له وكأنه يقول أيها العرب هل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن تحداهم بأن يأتوا بمثله ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله لأنهم قالوا افتراه ثم قال لهم إيتوا بسورة واحدة من مثله سورة واحدة وأصغر سورة هي سورة الكوتر تحداهم الحق سبحانه وتعالى ثم قال حتى ولو اجتمع العرب والإنس والجن واتفقوا وتعاونوا وتكتلوا على أن ينظموا مثل هذا القرآن لن يستطيعوا أبدا لذا قال الله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة وخيرتعون العرب كلهم والإنس كلهم والجن كلهم باشي يجيبوا بحل القرآن الكريم لن يستطيعوا أبدا في مطلع السورة يقول الله تعالى ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أحد المستشرقين الغربيين كان رجل علم ورجل المعرفة لما سمع مطلع القرآن الكريم خر ساجداً لله فقالوا له يا فلان هل أسلمت أنت فيلسوف ومفكر ولغوي وناقد كيف بهذه البساطة تخضع لما سمعت أول القرآن كانوا في جلسة أرادوا أن يتحاوروا ويجادل ويعارضوا وقال أنا مستعد أنا لا أؤمن بالكتب المقدسة ما يسمى بنقد الفكر الديني فقالوا له تعالى إسمعي القرآن ثم نناقش ما إن بدأوا يقرؤون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه خر ساجداً لله فقالوا له بالله عليك ما الذي دفعك أن تؤمن قال أي كاتب وأي مؤلف وأي مبدع كتب كتاباً في المقدمة أول ما يقوم به هو أنه يعتذر للقراء يقول لهم وأستسمحكم على ما في كتاب من أخطاء ومن زلات ومن هنات على أنني في الطبع المقبلة سوف أقوم بتنقيحها وتعديلها هكذا معتاد في جميع العلوم في الرياضيات في الفيزياء في الفلسفة في عمل الاجتماع في الأدب في الاقتصاد في كل مناحي المعرفة في المؤلف مجبر على أنه في أول الكلام لابد أن يقدم اعتذار للقراء لكن هذا القرآن الذي ينسب إلى رجل أمي جاء بالتحدي المطلق في أول كلامه ذلك الكتاب لا ريب يعني ما فيه شك ليس فيه شك وليس فيه ريب وليس لا يحتمل التبديل ولا التغيير لأن كل من كتب كتاب يقول لك طبعة تانية سوف أغير سوف أبدل إلا كلام الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه ربنا عز وجل هنا يتحدى سلاطين البلاغة والفصاحة لأن العرب اشتهروا بذلك وتحدى أيضا سلاطين الفكر والمعرفة كل من في أي مجال تريد أن تتحدث القرآن الكريم أعطاك الحقائق النهائية ما فرطنا في الكتاب من شيء أي نعم هو كتاب دين وكتاب تشريع وكتاب هداية وكتاب سلوك وقيم أخلاقية وأيضا كتاب علم بالتحدي لأنه يتحدث عن علم الأجنة وعلم طبقة الأرض وعلم طبقة السماء وعلم النباتات وعلم الحيوانات وعلم اللغة وعلم الأفلاك والنجوم والكواكب والبحار والأسجار والنفس والاجتماع كل ما يخطر على بالك القرآن الكريم تحدث عنه لا ذلك الكتاب لا ريب قراءتين هناك قراءة تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه وقراءة أخرى تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا ما يسمى بالوقف لاحظوا بأن في المصحف الشريف حسب القراءات قراءة ورش أو قراءة حفص نزد هناك وقف صح وقف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قراءة ثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما الفرق بينهما كثير جدا الفرق هو في تعدد الدلالات وتعدد المعاني واستنباط المزيد من الأحكام لأن هدو الإعجاز القرآني هدى للمتقين لا ريب فيه لا شك حاول أن تبحث عن خطأ في القرآن حاول أن تبحث فيه عن زلة حاول أن تبحث فيه عن عوجاج لن تستطيع ذلك ويا ما في التاريخ الطويل قام مفكرون ومغرضون ومشاكسون أرادوا أن يشككوا في كتاب الله يا ما يا ما كثير قد تأتي الفرصة أيها الأحبة الكرام وأحكي لكم في كل فترة زمنية مفكرون اغتروا بقوة العقل والمنطق وحاولوا أن يشككوا في كتاب الله ما الذي وقع لهم آخرهم كان كان طا حسين لما قال ايتوني بقلم أحمر لكي أصحح القرآن فقامت عليه القيامة وإن كان غرضه شريف لم يقصد بذلك أن القرآن في أخطاء وإنما كان يقصد أن يستفز بعض العلماء الذين كانوا يشعرون بنوع من الرتابة أرد أن يستفزهم ليستنفروا ويدافعوا ويبرزوا بلاغة القرآن وفصحته وبيانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ماذا يوجد في القرآن؟ هذا القرآن الكريم الذي احتفل به رب العزة وبعت فيه نبي عظيم وجعل فيه مجموعة من الهدايا والجوائز والتواب والأجر مدى فيه؟ أول ما في القرآن الهداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى من أراد الهداية أيها الأحبة الكرام لا توجد في أي مكان الهداية توجد فقط في كتاب الله تعالى لن تستطيع أن تبحث عن الهداية والإرشاد في أي كتاب آخر أكثر من كتاب الله تذهب إلى أي منتجع إلى أي مدرسة إلى أي مؤسسة إلى أي ملتقى لن تجد الهداية إلا في كتاب الله هي الأقوى والأجل لأنها اختصاص الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين ربنا عز وجل هنا لا يتكلم مع عموم الناس يتكلم مع النخبة النخبة هم المتقون المتقون هم درجة من درجات التعبد والسلوك الاجتماعي ما معنى المتقين؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية الكريمة أراد أن يفهم ما معنى التقوى ما معنى المتقين فسأل أبي بن كعب وقد كان قارئ للقرآن قال له يا أبي ما معنى المتقين؟ أريد أن أفهم مدلولها فقال له يا عمر أما سلكت طريقا وعرا فيه أشواك؟ أما سلكت طريق وعر صعب فيه أشواك؟ قال لي بلى سلكت قال لي مدى صنعت؟ قال لي شمرت واشتهدت فقال وذلك هو التقوى شف الصحابة رضي الله عنهم الفكر كان بسيط ولكنه عميق أعطاه متادي التقوى بدون سفسطة لغوية ولا شطحات عقلية ولا ذهب هنا ولا هناك أعطاه تفسيرا واقعيا قال له هل سبق لك أن سلكت طريق؟ وعر فيه أشواك فيه منزلقات فيه تغدير قال لي أكيد أنني سوف أشمر عن رجلاي وأشتهد حتى لا أطأ في الشوك حتى لا أنزلق حتى لا يقع لي كذا وكذا قال لي وكذلك التقوى التقوى هي أنك تحرص على أن تبتعد عن الزلات تحرص على أنك تتوقع الوقوع في المحرمات التقوى ما هي كما فسرها سيدنا علي ابن أبي طالب قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذه هي معاني التقوى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يرشل بأن التقوى درجة من درجات العلوم فقال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعم ما لا بأس به حضرا مما به بأس هذا هو المتقي المتقي هو أنه بش يبلغ الدرجة حينما يقع له الشك في أمر من الأمور الأفعل أم لا أفعل فإنه يقول لا أفعل دائما يتخوف ويتراجع خشية لله لأن منه من سوف يتحدث عن التقوى ما هي هي الخشية التقوة هي الخشية خشية الحق عز وجل وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يحبس الناس في بقيء واحد يوم القيامة في المحشر كلنا سوف نموت لا أحد يجادل ولا يناقش كلنا سوف نرحل يوما ما كما جئنا يوما ما لكن بعد الموت هناك القيامة هناك البعث وهناك النشور وهناك الحساب فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحبس الناس يوم القيامة في بقيء واحد فينادم نادم أين المتقين أين المتقين أو أين المتقون بالرفع فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر إسمعي الحديث أدوق المعنى ديالو مشهد عصيب الشمس تدن من الرقاب بمقدار شبر والحر شديد واليوم كألف سنة مما تعدون تصوروا هذا الانتظار الله عز وجل ينادي في الأول يقول لمن الملك اليوم لا أحد يتكلم سوى الله فيجيب عن نفسه لله الواحد القهار فيبعث ملائكة ينادون في الناس أول من يناد عليهم يوم القيامة ليس حامل دكتوراه أو حامل ماجستير أو حامل لقب كذا أو لقب كذا لا الذين يدعون يوم القيامة هم المتقون لا شأن لنا بالألقاب ولا بالمناصب ولا شأن لنا بالمراتب ولا بكمية المال الذي جمعت ولا بالألقاب التي وصلت إليها في الدنيا لا شأن لنا بذلك عملة غير معمول بها في الدار الآخرة العملة المعمول بها وهي التقوى فربنا عز وجل ينادي أين المتقون فيقومون إلى أين في كنف الرحمن قريبين من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر لأنهم كانوا يخشون الله كانوا إذا وقعوا في محرم من المحرمات تجدهم يشعرون بالخوف تجدهم يشعرون بأن الله تعالى يراقبهم ويحاسبهم يخشون ظلمة القبر ويخشون يوم يكونون فرادا جئتمون فرادا كما خلقناكم يخشون أن يحاسبهم المولى يستحيون من الله في الدنيا لهذا ربنا عز وجل وعد أنه لا يحتجب عنهم ولا يستتر أما غيرهم الذين كانوا يتجرؤون على المحرمات الذين يفعلون الأشياء بحجة أن ذلك حرية فرضية وحقوق إنسان وأفعل ما أشاء أتعرى أشرب الخمر أرقص على إقع كذا أنا حر ربنا عز وجل أخبر في القرآن الكريم قال إنهم كلا بل إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون لأنهم كانوا لا يحتجبون ولا يستترون من جلال الله وعظمة الله فكذلك الله تعالى قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجاب بينه وبينهم لا يريد أن يراهم كما أنهم لا يخشونه لا يريد الله تعالى أن يراهم وما أدرك ما رؤية الله رؤية الله نظرة واحدة تجعل المؤمن يبقى خمسة آلاف سنة محضقا في نور الله وجلال الله كيف هو هذا الله تعالى كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك لا يحتويه زمان ولا مكان أول قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود سبحانه الجميل خلق الجمال والقوي خلق القوة والحكيم خلق الحكمة وهكذا دواليك ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكثاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يعطينا القرآن الكريم تعريف للمتقين من هم؟ من هم هؤلاء الذين سمهم ربنا بالمتقين؟ نخرج من تعريف جميع الخلق ونبقى في التعريف القرآني أحسن طريقة في التفسير في القرآن وتفسير القرآن بالقرآن هناك تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالعقل تفسير القرآن بالمعاني اللغوية تفسير القرآن بالمعطاية التاريخية تفسير القرآن بالعلوم المتاحة لكن أعظم تفسير هو التفسير القرآن بالقرآن لما قال ربنا عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقيم من هم؟ أعطنا الله تعالى التفسير ديالو وعطنا الله حقيقة المتقيم فقال فيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون هذا ما المتقين تعريف المتقين في القرآن تعريف حقيقي لا يقبل الشك ولا يقبل الريب ولا يقبل الخطأ هو هذا المعنى الذين يؤمنون بالغيب ما معنى الإيمان بالغيب بعض العلماء قالوا الإيمان بالغيب هو الإيمان بالقدر هكذا قال قتادة وهو من المفسرين الكبار قال الغيب معنى القدر يعني الإنسان في حياته حينما تصادف بعض المتاعب وتصادفه بعض الشدائد فإنه يصبر ويحتسب يقول ذلك من قدر الله وإذا القسمة التي نالها أو أصابته قسمة قليلة وناقصة يقنع ويرضى بالقليل فذلك من قدر الله هكذا فهم هذا المفسر الكبير قتادة من السلف الصالح البعض قال بأن المقصود بالغيب وهو التصديق بالأمور الغير المشاهدة لأن العالم عالمين عالم الشهادة وعالم الغيب نحن الآن في الدنيا نحن في عالم الشهادة هذا العالم فيه الكوكب الأرضي فيه غلاف جوي فيه مخلوقات متعددة لا متناهية هذا كله يسمى عالم شهادة وهو كل ما تتعامل معه الحواس العين تبصر والأذن تسمع واليد تلمس واللسان يضوق والأنف يشم هذا كله حواس عالم شهادة لكن هل هو الموجود فقط لا هناك عالم آخر أعظم وأكرم يسمى عالم الغيب عالم الغيب عالم يحتوي على مخلوقات أخرى وعوالم جديدة لكن الإنسان المادي الذي يكتفي فقط بالماديات يقول لأنكر هناك ملاحدة في التاريخ وفي عصرنا موجودون بوفرة قرأوا شيئاً الفلسفة وحصل لهم شطحات عقلية وأول ما بدأوا به أنكروا وجود البعث والنشور وأنكروا عالم الغيب يقول لك الواقع المادي الواقع المادي فقط يقول لك لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب هؤلاء الفقهاء والعلماء والوعاد والمرشدون يقدمون أفيون للشعوب إنهم يقدمون أفكار تتحدث عن الدار الآخرة وكأنهم خدام لأنظمة حاكمة والسلطين وكبراء ليقبقى طبقات الشعب تتكلم في الآخرة ولكي ينفرد الحكام والسلطين بمتاع الدنيا هكذا يقولون منذ زمان يقولون بأن هؤلاء الفقهاء في خدمة السلطان والأنظمة الحاكمة يخدرون عقول الناس حاشا وكلا بالعكس خير خلق الله من ذكرك بالله خير خلق الله من جعل فيك الاستعداد للعمل للدار الآخرة لأن الدنيا فانية هل رأيتم أحد خرج منها وهو يسوق ويقود معه ترواته وأمواله وكراسيه حشا وكلا يا ما رأينا ملوكا وصلاطين حينما دفنوا قالوا صلاة الجنازة جنازة رجل وتركوا كل شيء وراء ظهورهم فالمقصود بالغيب الذين يؤمنون بالغيب يعني بكل شيء أخبر به الله تعالى في الدار الآخرة يؤمنون بأن هذا الوجود خلقه خالق عظيم خضير نتعرف إليه من خلال أسماء الله الحسنى وهذا الوجود وراءه عالم آخر يسمى عالم الملكوت فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلا في حدود ما أخبرنا به القرآن الكريم عن هذا العالم الغريب عن جنة عرضها السماوات والأرض لم يقل طولها عرضها فقط السماوات والأرض وتحدث عن نعيمها وتحدث عن النار والصراط وظلمة القبر وضمة القبر والبعث والنشور والميزان والصراط والحشر كل هذا من عالم الغيب الذين يؤمنون بالغيب فرق بينهم وبين المنافقين المنافق لا يؤمن إلا بعالم الشهادة كما يقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون هذو المنافقون هم أشر الخلق لما يكونون مع المؤمنين يقولوا آمنا نحن آمنين بالكلام لقلتم لكن مجرد أن يأتوا إلى النادي أو صالوا الفكري أربسهمهم وإذا خلوا إلى شياطينهم هذا شياطين الإنس وليس شياطين الجن ماذا يقولون إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم لأن لطلب الهداية أبغى بالصدق أبغى باليقين الله عز وجل لك يقول تعالى إلي يمهد لك الله الطريق ويعطيك الله تعالى من كرمه ويفتح لك فتوحات ويعطيك خيرات وبركات فترى التجليات ويتطيب نفسك ويطمئن قلبك وتشبع والخير يعم عليك لأن الله عز وجل وعد أن من طلب الهداية يزيد هدى أما من استحب العمى فإن الله تعالى يتركه لشأنه فإذا به يضيع في غياهب الظلمات ما معنى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هناك يقول لك بأن حقيقة الإيمان ليس مجرد هو الاعتقاد وإنما هو تصديق وعمل حقيقة الإيمان تصديق وعمل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قد يقول قائل الإيمان في القلب أنا مؤمن بأن هذا الوجود له إله أنا مؤمن بأن الإسلام حق وأن القرآن كلام الله وأن ما ذكرتمه صواب وبس هنا أقف لا يصلي إذا سمع النداء لا يصلي إذا سمع الدعوة إلى الحج لا يحج يقول هذا مضيع للوقت ومضيع للمال إذا جاء وقت الزكا وعنده النصاب ومر عليه الحول لا يخرج زكاة أمواله فقط هو يكتفي بالنظري بالتصديق هنا ربنا عز وجل يجيبنا عن حقيقة التقوى وحقيقة الإيمان بالغيب هو تصديق وعمل الذين يؤمنون بالغيب نظرياً ونفسياً وثم قال ويقيمون الصلاة بمعنى أول عمل أرشد إليه الله تعالى وهو إقامة الصلاة لم يقل أداء الصلاة بل قال يقيمون الصلاة لأن فرق هناك بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة إقامة الصلاة هي أن تؤديها في وقتها مع الجماعة وقد أحسنت وضوءها وقراءتها وركوعها وسجودها وطمأنينتها هذا أولا إقامة دي الصلاة ربي عز وجل كلما تكلم عن الصلاة والإقامة وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاء واركعوا مع الراكعين دائماً بل وكي قلنا البيوت ديالكم ملت بغتبنيوها أول مرة حرصوا بش تكون البيت قبلة بيكونش بحر البيت صد قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين دائماً ربنا عز وجل إذا تحدث عن الصلاة كي تكلم عن القبلة وكي تكلم عن الإقامة وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا حافظوا على هذه الصلاة بالإقامة لأنك يليك يصلي الصلاة كما شاء في الحديث وإن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب لها يكتب له منها إلا عشرها تسوعها تمونها سبوعها سدسها خمسها ربوعها تلتها نصفها نحن كنصلي جميعاً في جماعة واحدة ولكن وش الأجر والتواب اللي عدنا بحال بحال أبداً كن اختلاف بينتنا في الأجر كلي كي يخد الصلاة كلها بالأجر كلي غير النصف كلي التلت كلي السدس كلي السبوع كلي التمن كلي التسع وكلي العشر فقط صلى معنا ولكن نحن ماشي بحال بحال بحسب الخشوع والطمأنينة وإقامة الركوع والسجود والوضوء لهذا المؤمن دائما يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ادعو الله تعالى أن يكون هو مقيم للصلاة وذريتي في غيبتي حينما لا أكون حاضر معهم أبنائي وبناتي يقيمون الصلاة بل من صحوا مناء ربي عز وجل تكفل بهدايتهم يكفيك أن تقول في دعائك ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله عز وجل لا يتكفل بهداية أبنائك يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هنا يتكلم الله تعالى عن المال وهو عاصب الحياة يقيم بعض الناس يبغي يصلي صلاف أبور يمش يسيد الجامع يصلي في الوقت مع الجماعة هذه فريضة لكن حينما يتقلق الأمر بالمال تجده يحب المال حبا جمع هذا ليس من صفة متقيم أنه من لك يجي وقت لإنفاق يتلقى يديل سخية أول نفقة هذه الآية لما نزلت بقى مجل ما زال زكا لم تفرد يقول عبد الله بن مسعود هذه الآية نزلت قبل فرض الزكا ما المقصود ومما رزقناهم ينفقون ليس الزكا يقصد النفقة على العيال على الزوجة على العائلة والأحباب وعلى من حولك من الفقراء الإنسان يعطي مدام رب يعطاه يعطي للآخرين حوله بدون حساب مدام رب أكرمك اكرم إذا جاد الله جاد عمر هنا ربنا لم يتكلم عن الزكا وإنما تكلم عن النفقة الموسعة ومما رزقناهم ينفقون طبعا فيما بعد ستنزل فريضة الزكا وهنا ربنا عز وجل سوف يجعل للزكا نصيبا معلومة ومما رزقناهم ينفقون لأن الإنسان بطبعه يحب المال بماذا نعرف الإنسان المتقي من غير المتقي المتقي يكون خدام يكون شغول حينما يسمع الله أكبر يتوقف عن العمل وخي كل كان يتوقف عن العمل ويستعد للصلاة ويدهب إلى المسجد هذا من صفته المتقي وغير المتقي يتكاسل ما زال باقي الحال احتلش شويون جمعوها وأرخاه الله الخام لنا كيبقى إبليس يسوف له ثم نعرف المتقي من النفقة منك يجي وقت الزكا ويمر الحول كيبقى يتلقا يتسأل عن نفسه نفسك تضيق به المال يعطاني ربي لابد أن أقتطع منه نصيبا من العطاء وأتصدق بي للفقراء والمساكين حقهم حق الله تعالى ثم قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما معنى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني أن المؤمنين صادقين عندهم إيمان حتى بالأديان سابقة ما تلقى مؤمن أنه في قلبه كره للأنبياء السابقين بالعكس من صفات المؤمن أنه يؤمن بسيدنا موسى الكليم الذي كلمه الله تكليم والذي جاء بالديانة اليهودية وهو جاء بالتوراة وربنا عز وجل يقول سماهم يهودا لقوله قالوا إنا هدنا إليك يعني اهتدينا إليك ربنا المؤمن يؤمن بسيدنا المسيح عليه السلام عيسى بن مريم الذي خلقه الله تعالى بمعجزة وكرامة ويؤمن بالإنجيل الذي أتى به ويؤمن بالأحكام التي جاء بها ويؤمن بصحف إبراهيم وبزابور سيدنا داود وبقية الأنبياء والمرسلين المؤمن ديمقراطي بامتياز هذه الديمقراطية لأن بقية الأديان كي مرسوا لنا الدكتاتورية لأنهم كتسو الإنسان لا يؤمن بسيدنا محمد ولا يؤمن بالقرآن نحن المسلمون نؤمن بالجميع نحن المسلمين نؤمن بالجميع نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين والكتب السماوية هذه يعني الديمقراطية قلوا آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أتنموس وإساء والنبيؤون لا نفرق بين أحد منهم جميع الأنبياء نؤمن بهم وهذا من صفة المؤمن لهذا إذا كان هناك نقاش حول حوار الأديان أو حوار التقافات أو حوار الحضارات أكبر من يكون عنده سعة أفق هو المؤمن هو المسلم لأنه لا لا يقصي سيدنا موسى ولا يقصي سيدنا عيسى ولا بقيت الأنبياء الآخرين في حين أن الآخرون رغم تشدقهم بالحرية وبحقوق الإنسان وتقافة السلام والتسامح يقصون القرآن العظيم ويقصون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون كما قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي يا محمد إليك يا محمد وما أنزل من قبلك جميع الأنبياء يؤمن بهم وبالآخرة هم يوقنون يعني نعلم يقين في الآخرة أنا عايش دباً لحظة رجلي في الدنيا ورجلي التانية على عتبة الآخرة عيني في الدنيا وعيني التانية على عتبة الآخرة قلبي شطره في الدنيا والشطر الآخر على شفا وعتبة الآخرة هكذا المؤمن يقين بأن الآخرة حقيقية وبالآخرة هم يوقنون هو غير العين مجرد اليقين بالقلب اليقين يوقنون واربط كلمة المتقين يوقنون وبالآخرة هم يوقنون إلى أن قال الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم ما المقصود بأولئك أولئك اسم إشارة للبعيد وكأن الله تعالى رفع مقامهم إلى أعلى 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 علين أولئك أولئك على هدى من ربهم يعني هدهما المهديين هدهما المتقين هدهما المرضيين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مرة تانية الله عز وجل يقول وأولئك رفع في الدرجة هم المفلحون يعني اللي بغى الهداية واللي بغى الفلح واللي بغى الصلاح يلتزم بهذه الصفات على المتقين ألف لام ميم يعني قسم من الله وتأقيم من الله ألف لام ميم ذلك رفع في الدرجة ذلك اسمه إشارة البعيد ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه هدى يعني إرشاد وحياة ونور لمن؟ للمتقين يشكون هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب بالآخرة ويقيمون الصلاة يأدوها بإقامتها ومما رزقنهم ينفقون يخرجوا الزكاء ويخرجوا على العائلة والحباب والفقر والمساكين والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك على موسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب والأصباط وبالآخرة هم يؤمنون عندهم يقين بأن نغدقنا الأخرة وغمشوا لا جميعا هادو كلهم ربي قل لك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المهتدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المفلحين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة